بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترنت العد التنازلي لمباراة كأس القرات الثلاث قرية إفريقيا وقرية أسيا وقرية الإكيانوسيا كأس جديدة بطولة جديدة بطولة قرية بإذن الله تكون من نصيب النادي الأهلي عد تنازلي بنتكلم في 24 ساعة على هذه المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل إفريقيا والعين الإماراتي بطل أسيا والذي نجح في اكتياز الدور الأول بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة التي أقيمت الشهر الماضي على أستاذ هزيع بن زيد حلقة النهاردة هنقدر نقول هي حلقة متعلقة بهذه البطولة اللي بالتأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وضع لها تفاصيل كثيرة جدا واهتمام كبير جدا عشان إنجاح هذا الحدث الكبير الناس كتيرة ممكن تسأل من دلوقتي هو ليه الأهلي ملعبش المباراة الأولى؟ ليه الأهلي هو اللي هيبدأ المباراة التانية والمباراة تكون على أرضه؟ لأن الأهلي مصنف ضمن أبرز الأندية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى القري والدولي الأندية صاحبة الألقاب والنتائج المتميزة في كأس العالم للأندية في البطولات التي نظمها الاتحاد الدولي خلال آخر 15 سنة وتحديدا خلال آخر ثلاث سنوات نجح الأهلي في اقتناس ميدالية برونزية سواء في قطر أو في الإمارات أو حتى في المغرب أو حتى البطولة الأهلي شارك فيها في النسخة الأخيرة العام الماضي في المملكة العربية السعودية لذلك الفيفا وضع الأهلي في مكانة مختلفة بعيدة تماما عن مكانة بطل أسيا أو بطل قارة أوكيانوسيا بإذن الله في الأعوام القادمة مع تحيين نتائج إيجابية أكتر في البطولات القادمة والمشاركة في منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية نقدر نكون في تصنيف أفضل وبإذن الله إن شاء الله عبر برنامج التريند مع كور بموعد قرعة منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية هيكون عندنا مفاجآت مدوية متعلقة بالتصنيف شكل المجموعات وضع المباريات الأهل انطلقته في أول مباراة قد تكون مع مين كل ده في الحلقات اللي جاية ولكن النهاردة ضربة البداية مع الفيفا هتكون مع كأس فيفا انتر كونتيننتل والبداية بكأس القرارات الثلاث وليست كأس الأفر أسياوي دي نقطة مهمة جدا عشان نوضح لكل السادة المشاهدين حالة النهاردة يكون فيها كلام كتير جدا المؤتمرات الصحفية الاجتماع الفني الاجتماع الأمني أبرز تصرحات مارسي الكولر تصرحات محمد الشناو في المؤتمر الصحفي منذ قليل وصول اللاعبين لأستاذ القاهرة النهاردة كان فيه بروجرام مختلف تماما لفريق النادي الأهلي البعض كان بيعتقد الأهلي يبدأ اليوم بتدريب في مختار التيتش أو التجمع في مقر النادي في الجزيرة ثم الذهاب إلى أستاذ القاهرة ولكن الوضع كله كان مختلف التجمع صباحا الإفطار مبكرا في فند والإقامة محضرة التوجه للأستاذ مؤتمر صحفي التدريب في هذه اللحظات وأنا معكم هيكون التدريب في أستاذ القاهرة أول ربع ساعة مفتوحة للإعلام النهاردة كمان عندنا تفاصيل وصول وفد نادي العين الإماراتي استقبال على أعلى مستوى من مجلس إدارة النادي الأهلي من خلال الوفد الرسمي تم تشكيله وكان موجود النهاردة في صالة مطار القاهرة صالة قبار السوار الـ VIB لاستقبال وفد نادي العين دكتور محمد سراج النائب محمد الجرحي دكتور سعد شلبي والإدارة التنفيذية اللي عاملة مجهود كبير جدا خلية نحل في الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة كل التفاصيل دي كل الأجواد دي هنعايشكم في قلب الحدث في استاد القاهرة إن شاء الله تغطية خاصة واستثنائية على مدار اليوم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي لكن كلمة سريعة هطلبها من جمهور النادي الأهلي بقرة بإذن الله ستين سبعين ألف مشجع مش متفرج في استاد القاهرة مسندة ومؤذرة وتشجيع للنادي الأهلي من أول دقيقة دور الجمهور بقرة رقم واحد مش رقم اتناشر رقم واحد عليكم دور كبير جدا في مباراة بقرة ابدأ التشجيع من أول ما الحكم التركي يطلق صفرية البداية لغاية ما تنتهي المباراة وبإذن الله تنتهي المباراة في ديئة تسعين ما نستناش لإكسترا تايم أو يبقى فيها تلاعب في الأعصاب ونستنى إكسترا تايم أو حتى لقدر الله رقلت جزاء الترجحية بإذن الله الجمهور صدقوني انتوا عليكم عامل كبير جدا ننسى كل اللي فات خلاص ملف السوبر المصري تقفل السوبر الإفريقي قصة وانتهت بكرة عندنا تحدي ببطولة قرية مهمة جدا لها أبعاد كتيرة على مستوى وعلى نتائج وعلى البراند الخاص بالنادي الأهلي على المستوى العالمي في الفترة اللي جاية حالة النهاردة زي ما قلت كل التفاصيل دي معنا وكمان النهاردة في الفقرة الحوارية ينورني واحد من نجوم النادي الأهلي اللي كان ليه صوالات وجوالات مع النادي الأهلي على المستوى الإفريقي وحتى في المشاركة في بطولات الفيفا كأس عالم في السنوات السابقة الكابتن أحمد عادل الظاهير الأيمن اللي انضم للأهلي في بداية الألفية وكان شارك لفترات طويلة جدا مع النادي الأهلي في الفترات السابقة